مرحبا برج الجوزاء أهلا بكم في القراءة العامة هذه القراءة تنطبق حق الطالع والشمسي وأيضا القمري الطاقة العامة اللي أحب أذكرها لكم إنه في شيء أنتوا تنتظرونه من فترة أو سمعتوا عنها خبر ولكن لحد الآن هذا الشيء ما وصل أوكي؟ هذه الفرصة سمعتوا أو بشركم أحد فيه ولكن ما صار لحد الآن إن شاء الله خلال الشهر رح يتثبت هذا الشيء إما إذا كان حامل بالنسبة لبعضكم زيادة أو ترقية في الوظيفة زواج كان شوي تمرون بصعوب عشان تحققون ارتباط معين أوكي؟ لا تكذبون الخبر اللي سمعتوا الخبر صحيح وإنما شوية رح ياخذ وقت عشان يمشي في الإجراءات لما نشوف هذا الكرت يقول لك يعني لا تتساءل ويد لا تتساءل وتخاف وتقلق هذه الكرت عكس طاقة القلق وعندنا هنا ترى طاقة القلق لأنه عندك تسعة السيوف أوكي؟ لما تظل ويد مستعيل على إن الشيء يوصل عندك عندنا هنا الحمامة إن الشيء وصلك الخبر ووصلك النداء بنادونك أوكي؟ بس أنت حين مستعيل على متى رح يتم الشيء لا تقلق لا يهمك ويد التوقيت ومتى لأن الشيء قادم في طريقك هنا عندنا مثل البيضة البيضة ليس على كيف نتفقس في الوقت اللي نحن نبيه ساعات تاخذ أكثر من اللازم فش إن الموضوع شوية بطول عندك شوية وصلك الخبر أو رح تسمع في وقت هنا في وقت زمني فتشة ما بين أنت متى ستسمع الخبر تأتيك البشارة ومتى فعلا يتحقق الشيء يمكن حيصالك شهر شهرين تعمل على هاي الموضوع عندك هني نوع من القلق خايف إن الموضوع يطول فأنت تفكر إنه ما راح يصير لأن مع الخماس الأول الأيسس كلهم ما يتشذبون لما نشوف الخماس الأول أو السيف الأول معناته شي ثابت شي تعتمد عليه أحسي هني وايض طاقة مو بس زواج تحقيق أمنية جدا رح ترفعك إلى مستوى ثاني مستوى وايد أفضل أبغريد في الحياة بشكل عام الأبغريد هو ترقية في الحياة بشكل عام يعني لو كان حمل أو زواج أو ارتباط أو وظيفة أو حتى ترقية رح تأثر على كل جوانب حياتك مثل الدومينو من الطيحة واحدة كلهم مطيحون مع بعض فكل جوانب حياتك رح ترتفع مع بعض لما يصير هذا الشيء وهو الشيء ترى قادم في الطريق لا تحاتي قادم لأن أيس طاقة الأرض يعتمد عليه ولكن تعرفون كلكم طاقة الأرض تتأخر أكثر إحنا لما نشوف برج هوائي الأبراج الهوائية أسرع يتوقعون الشيء أسرع وعندهم طاقة صبر أقل ولكن الطاقة الأرضية تاخذ وقت أطول مثل الخبر اللي أنت تنتظره ولكن لما إيه عندك اتأكد منه لما سمعت عنه خبر اتأكد أنه راح يصير فاتهني شوي بس أطلع من طاقة الشك لما يبدأ الشيء يتحقق وتشوفه على أرض الواقع أنا عندنا هني كارت هاير باور أحس أنت حتى طريقة ليش قاعد هنا يتأخروا شوية الموضوع لأنه في طريقة فيها جدا برستيج أوكي شلون يببوني وصلون لك الموضوع ما يببوني وصلون لك الموضوع بطريقة عادية يببوني قاعدونك في مكان مناسب في وقت مناسب أوكي وحسسونك أنه وقع الاختيار عليك في جلسة محترمة شدي يقول لك مثلا احنا اخترناك حق هاي الوظيفة أو مثل ما تعرفوا اخترناك حق هالوظيفة بس نبيك تقعد تتكلم مع المدير العام المدير الصاحب المنصب أو اخترناك يببوني قاعدة تكون رسمية يقول لك مثلا اخترناك أو وافقنا أن تكون في شراكة بينك وبين شخص ثاني أوكي احني مجرد مسألة ترتيب الرسميات الهاير باور يتكلم عن القوة أحس هنا بالنسبة لك أنت البرستيج الأشخاص هني اللي يببوني يعطونك هاي الخماس الأول سواء كان زيادة في الراتب أو ترقية في المنصب أو الزواج يببوني يعطونك هيا بطريقة زفة الخبر أو تأكيد الخبر يكون في مكان رسمي في مكان راقي الترتيب يمكن هاي الأشخاص لحد الآن مشغولين عشان تريد لحد الآن ما سمعت منهم خبر عندنا هني اللي وضح طاقة الأسبوع ملك سوري فارس النار فارس الأخصان وأيضا الشمس مكفايا أنه راح يقعدونك في قاعدة رسمية ويحرصون أنه أنت يوصلك الخبر وتفهم يببوني يفهمونك هاي الأشخاص اللي هم مسؤولين عن هاي الخبر أو هاي الترقية في حياتك يببوني يفهمونك أنه أنت جدا مميز بالنسبة لهم أنه هاي الفرصة ما يعطونها أي أحد وأنه أنت فعلا محط ثقتهم السنة هني وايد أشوفها احتمال مو بس للزواج زواج مع حمل زواج مربوط بحمل أو حتى لو كان في الوظيفة يكون نجاح ولكن نجاح معلن في طاقة الإعلان الشمس كارتبرج الأسط عندنا هني طاقتين ناريتين خلال الأسبوع الثاني اللي أحس أنه رح يصير أنه مثلا ينتقون بالضبط وقت ومكان وزمان وطريقة يقررون فيها أنه يعلنون أنه أنت اللي وقع عليك الاختيار في الأسبوع الثاني قاعدين يرتبون لأنه يببوني يجمعون أكبر عدد ممكن من الأشخاص المعنيين الأهل إذا كان زواج الموظفين وزملائك في العمل إذا كان ترقية يمكن رح يحتفلون حتى بشي معين يببون هني رتبون طريقة احتفالهم بخبر زواج بخبر حمل أوكي وهي الخبر ترى موجه لك أنت أنت رح تكون الطرف فيه عندنا الشمس تعرف هاي اللحظة اللي كل الأشخاص يصفقون لك ويعرفونك على أهم شخص في المكان المدير العام الرئيس التنفيذي عندك هاي النوع من الطاقة أنت لحد الآن عندك الفارس الفارس يحسسني مع أنك تحس أنه باقي أمامك وايد ولكن ليش أقول لك هذي الأفكت أو هذي القفزة رح تأثر على كل حياتك دام رح يعرفونك على هاي الشخص المهم الشخص اللي يعتبر كبير القوم كبير المكان خلاص بعدين من هنا الأمور رح تسهل عندك وواضح من القراءة من الأسبوع الثالث الرابع الأمور رح تسهل عندك لأن هاي الشخص دائما رح يكون عينه عليك رح دائما يكون يهم أيضا أن أنت تكون مرتاح في هاي المكان مرتاح في هاي الزواج فلو حسيتنا في أي شي أنت حاطة في بالك ومتأخر عليك لأن الترتيبات اللي خلف الكواليس قاعدة تصير وتب تصير عشانك بأحسن شكل ممكن يعني لو كانت حتى مثلا سفر الطيارة ما يبوني سفرونك بشكل عادي أو في أي يوم وتكون الأمور مكركبة يبوني سفرونك بترتيب في درجة يمكن حتى مو سياحية درجة بزنس أوكي يكون في أحسن استقبال يستقبلك يرشدونك لما أنت توصل للدولة الفلانية ترتيبات هنا ترتيبات قاعدة تصير خلف الكواليس لحد نص الشهر عندنا الأسبوع الثالث بويزد بويزد أحسن هذه اللحظة اللي أنت توقع فيها ما أدري ليش هين هنا هنا أحساس التوقيع توقع أما على عقد الزواج على موافقتك الأسبوع الثالث يتطلب منك أن أن تظهر موافقتك على هذا الشي اللي يعرضونه عليك أنت متأكد أصلا أنك موافق ولكن كأنما هم هن يسئلونك يسئلونك شديد بشكل رسمي عشان تبدي موافقتك أنزين ومع هذا الكرت عشرة الأخصان والفول ويقول لك شغلة يا برج الجوزاء رح يوضحون لك هاي الأشخاص أو تجري معاهم نوع من الحديث في الأسبوع الثالث أن هذا الشي اللي أنت مقبل عليه وإن كان فيه ويد امتياز مادي امتياز أن أنت يسطع نجمك تبين أكثر في عيون الأشخاص المهمين في هالمجال في فرصة أفضل بكثير أن أنت تثبت نفسك تتنقل بين الوظائف ترتقي تتزود شخص أفضل أوكي أفضل يعني يرفعك حتى في المستوى الاجتماعي ولكن أيضا يجرون معاك نوع من الحديث عشان يتأكدون أنك بويز بويز اللي هو نوع من الثبات إذا بتلاحظوا الصورة يببون يتأكدون أن أنت ثابت وأن أنت فعلا تبه هذا الشي فخلال ثالث أسبوع شوية أظهر أنك متمسك بهذه الفرصة اللي أمامك لأنهم يحسون أنهم حمل ثقيل خايفين أن أنت شوية ما راح تقدر تشيله أو خايفين أن يتعبك خايفين أن يتعبك لو كان حمل يخافون أن الحمل يتعبك لو كان زواج خايفين أن أنت مثلا ما تقدر تتأقلم على الأسرة الجديدة لو كان وظيفة وزيادة في الراتب وترقية يخافون أن أنت المسؤوليات الجديدة راح تتعبك فخلال ثالث أسبوع هني راح تضطر أو راح تكون أنت محتاج تبين لهم أن كل هاي الأمور سهلة عليك عندنا كرت رقم صفر الفول الفول اللي دائما يكون مستعد يبتدي من الصفر أنا صح اجتهد قبل ولكن لحد الآن أنا المستعد أني أرد أرجع من الصفر وأبني من الصفر لأن تلنا هاي العرض الجديد راح ياخذك إلى مكان جديد مشغل فقط جسديا ولكن حتى من ناحية اجتهادك راح تضطر تظهر نوع ثاني أو جزء ثاني من شخصيتك جزء فيه مرونة ترى جزء فيه إبراز لآرائك أكثر لأن محتاج يعني ما تكون وايد مخفي عن العيان محتاج تظهر أكثر تكون واضح أوكي تكون لك موقف الفول يكون لك موقف زيادة وتكون واضح في كلامك اختار في الأسبوع الثالث في الحديث معاهم مفردات تبين أنت فاهم الوضع اللي مقبل عليه ومستعد باستعد تشيل هاي المسؤولية أوكي الأسبوع الرابع عندك بلاست هذا الأسبوع هو الأسبوع اللي خلاص تبتدي تستلم فيه الشيء لأنت لطالما انتظرت لأن هذا كارت المنعم أو النعمة معاه ثلاثة السيوف وملكة السيوف أحس هنا في ثلاثة السيوف كل الناس ما بقلك هنا الأشخاص المهمين لا أقرانك الأصدقاء أخوتك في البيت أهلك يمكن أوكي الأشخاص اللي في سنك اللي وضعهم مقارب لوضعك رح يطالعونك وكأنما يعبون أصابعهم غيرة حسدا إن شون فلان قدر يحصل بين يوم وليلة وليش فلان اختاروا ليش فلان اختاروا حق هاي الوظيفة وش معنى فلان ما صار لوقت طويل في هاي الشركة ما صار لوقت طويل متعرفين عليه بسرعة اختاروا حقا هاي المهمة في نوع من الغيرة من الحسد كأنما يحاولون يحاولون حتى يوقفون عنك الخير اللي أنت قعد تستلمى وهما ما يشوفون الشغل اللي أنت اشتغلتها والاجتهاد اللي أنت اشتهدتها نوع من الغيرة نوع من أن يحسسونك كأنه هني كنابون بس حتى يوصلون لك فكرة إن أنت حصلت على هذا الشي مو بسبب اجتهادك وإنما بسبب لأنك شخص مفضل عند صناع القرار لأن أنت حاولت أن تستميل لهم عندنا ملكة السيوف ملكة السيوف كأن تتابع لهاي الطاقة اللي أنا قلت لك عنها طاقة محتاج أنك تقف وقفة مواجهة في أمور تطلب من المرونة ولكن شوف العائلة اللي أنت مقبل عليها الوظيفة الفرصة اللي أنت مقبل فيها يبون يرون منك معدن ملكة السيوف الشخص ما يخاف يواجه شخص ما يخاف ينتقي كلامه بشكل احترافي ما فيه عاطفة فيه مواجهة منطقية أنا حصلت لأني اجتهت لأني صبرت وتذكر بالضبط صبرت يمكن ثلاث سنوات حاولت كذا مرة وتذكر محاولاتك اللي أنت فشلت فيها أو ما قدرت تتحصلها قبل ولكن من صبر نال الحديث يتغير من حديث أنا قادر أسوي أو قادر أشيلها المسؤولية في الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الرابع حديث أنا حصلت ما أقول لك تبرر نفسك ولكن تذكرهم أن التذكير تدفع المؤمنين تذكرهم ليش أنت قاعد تتحصل هذا الشيء لأن أنت صبرت ملكة السيوف دائما يسمونها الملكة الأرملة أو الملكة المطلقة الملكة اللي رأتها الكثير من الظلام في حياتها عشان تجذي الحين صارت ملكة ما صارت ملكة لأنها جمعت الكثير أو لأن أحد شافها جميلة وأعجب فيها وبعدين عطوها المنصب لا مبني على سنين من الخبرة والتحمل والإجتهاد هذا النوعية الحديث لازم يتغير صوتك ونبرتك من نبرة هنا النبرة موجهة للأشخاص اللي راح يختارونك إلى هنا النبرة تكون موجهة حق الأشخاص اللي يقولون اشمعنا برج الجوزاء عطوها المنصب اشمعنا برج الجوزاء وافقوا مثلا لو كان في زواج هنا معارضة أن يصير في زواج مثلا من قضاء المختلفة أو دول مختلفة اشمعنا هذين الأهل كانوا رافضين اشمعنا الحين وافقوا على هذا الشخص مع أن هو أصلا من دولة أو دين أو أو مكان مختلف عرفت هاي النوع فأنت لازم تقف وقفة ملكة السيوف وتوضح لهم الأسباب المنطقية نشوفي هني طاقة الحيوان خلال شهر اكتروبر الأغطبوط الأغطبوط عنصرة مائي كأنما هذا تحذير لك دائما يتكلمون عن الأغطبوط أن يملك الكثير من الإبداع ولكن الشيء واحد فقط لا يفلت منك عشان ما تغير ما يتغير مسار هاي القراءة الجميلة عواطفك عواطفك لا تفلت منك عرفهني أن أنا أتكلم مع شخص من برج الجوزاء صبر وايد والحين صار يستحق ملكة وصلت إلى هذا الشيء أو وصل إلى هذا الشيء بجهده مو باعتماد على حسبة ونسبة والواسطة وغيرة وغيرة أوكي صبر وايد مشكلتكم أنتو ما شفتون أنه يصبر وهو قاعد نغير مسار هاي القراءة وهو عواطفك طاقة سيوف كأنما قاعدة تشجعك أن أنت ظل في طاقة العقل طاقة أني أتناقش معاكم بدون ما أعصب بدون ما أسبكم بدون ما أختار ألفاظ غير لائق وكي لا تتمكن منك طاقة الماء دائما يصفون الأخطبوط اللي هو ما يعرف حدود مو طاقة ليش كان عندك فارس فارس يصير ملكة خصوصا إذا كان ترقية في الحياة بشكل عام رح ترفعك من فارس إلى ملكة وهذا هو الترتيب في التارو فارس إلى ملكة إلى ملك بيج بعدين نايت بعدين كوين بعدين كين أنت لازم تستوعب بعد شي أن هذا الترقية تأتي مع نوع من المسؤولية المسؤولية مو فقط تجاه الآخرين أنت لازم تغير نبرتك لازم تتصرف شوي بقيادية أكثر واضح أكثر ما يصير دائما تكون مرن مع الآخرين محتاج شوي تظهر من الجانب الصارم منك الجانب القيادي لأن أنت قاعد هنا تتسلق هرم وقاعد في صعود فهم هنا يبقون هاي الأشخاص يشوف منك الجانب القوي الجانب اللي عنده مسئولية الجانب اللي ما يخاف أنه ياخذ قرارات صارمة قرارات سريعة قرارات فيها نوع من المواجهة أوكي قرارات بوا 에너 ان dies في صورة الريق